كابتن علي خميس النهاردة مشرفنا ومنورنا وجايننا مخصوص من اسكندرية أهلا بيكو أهلا بيكو أهلا وسهلا هنتكلم عن القهوة عن القهوة كمر العرب ومعنا النهاردة كابتن إبراهيم عبد الرحمن وكابتن محمد مصطفى أهلا وسهلا خبركو إيه؟ حلو إيه؟ ليه موضوع القهوة؟ الموضوع القهوة طبعا معظم الناس ما بيبدأش يوم من غير القهوة بالذات الرياضيين أي يوم كده بيصحى من نوم رائح التمرين يبقى لازم كباية القهوة قبل ما يقوم ليه؟ عشان هو بالنسبة له هي محفز تمام؟ وبياخد هي لها دراسات كتير إنها بتقول إنها بتحسن 11% من الأداء الرياضي وبتقلل الإرهاق فطبعا ده بالنسبة لأي حد ده بري وورك أوت زي ما بيقوله كده يعني في حاجات أصلا بيتدفع فيها فلوس كتير قوي عشان بس تعمل نفس الحاجة أو الكافيين اللي موجود جوه القهوة فطبعا بالنسبة للناس القهوة ده شيء مهم فعايزين نبزة كده الأول عن القهوة نبزة عن القهوة أقولكو تاريخي القهوة آه زي ما بيقوله كده تمام؟ هي بدأت في بلاد الحبشة هي ظهرت في بلاد الحبشة كانوا بيعتبرها الأول أصلا كحبوب أكل زي المكسرات وكده بس بسبب المادة الفعالة أو المادة النشطة اللي جواها بدأوا يطحنوها ويشربوها طلعت من بلاد الحبشة في قرن 13 ظهرت في اليمن اليمن دي أول دولة واليمن دي اللي بنشكرها أنها ظهرت القهوة أصلا أولا نقلتها لكل بلاد العالم تمام؟ حتى المكة أصلا أو المشروب اللي اسمه المكة طلع من اليمن من ميناء مخة هو اسمه ميناء مخة عشان كده تسمت مكة تمام؟ اه الله حيبانا المعلومات دي عم اه فاليمن نشكرها طبعا على القهوة فبعد النبذة البسيطة دي تعالوا نتكلم الأول على الفوائد اليمن نشكرها على حاجات كتيرة قوي عشان اليمن طلعت لنا حاجات كتيرة قوي 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 وألف سلام وتحيات لكل الشعب اليمني طبعا وألف سلام وتحيات لكل اليمنيين الحقبايبنا اللي عايشين في مصر فأولا الفوائد بتاعت القهوة أول حاجة طبعا نعرفينها أنها بتقلل أو بتشيل عننا خطر أمرات كتيرة قوي ليه؟ لأن القهوة جواها مضادات أكسادة كتيرة جدا مضادات الأكسادة دي بتخلي إن فيه مقاومة من أمراض كتير أمراض زي مراض السكر الدرجة التانية تلايف الكبد بعض أنواع السرطانات فده القهوة يعني بتقلل من حدوث الأمراض دي للشخص اللي بيشربها ثانيا طبعا القهوة محفز قوي جدا فطبعا ده بيخليك يقلل التوتر بيزيد اليقظة حاجات كتيرة جدا نفس الطريقة تمام؟ تالت حاجة تواخد كورسي لغة عربية قريب؟ آآ آآ لسه فيه ده فيه كلام شوفت قلت لي الإنجلش لأ فبقيت بعمل الإنجلش ولغة عربية ده الصح آآ فالمهم ثالث حاجة هي بتحسن من الأداء الرياضي بتحسن من الأداء الرياضي ازاي؟ فيه دراسات ظهرت كتير قوي إن القهوة بتزود من الأداء الرياضي لمدة 11% من الأداء الطبيعي للشخص وبتقلل طبعا من مجهوده وسط كل الفوائد دي أكيد فيه أضرار ما فيش حاجة من غير ما لو زودنا فيه حيبقى فيه أضرار أضرارها طبعا بقى أول حاجة معروفة أن القهوة بتعمل إيه؟ بتفوق فالقهوة لو أنت بتشربها في وقت قريب من النوم بتعمل قرق والطراب في النوم بتعمل إسهال؟ يعني على حسب نوع القهوة ما ده اللي حنقوله بعد كده تمام؟ تاني حاجة بترفع من الكوليسترول الدور في الجسم ده على حسب نوع القهوة اللي بتشربها أو الطريقة اللي تتمل بها القهوة يعني مثلا القهوة القهوة اللي هي التوركي تمام؟ دي بتزود الكوليسترول الدور القهوة الأمريكاني اللي هي بتبقى مصفاة والإسبريس والأنواع القهوة دي دي ما فيهاش ما بتزودش الكوليسترول الدور ليه؟ لأنه ما فيهاش مادة الكافيستول تمام؟ مادة الكافيستول دي لما تبقى موجودة في القهوة بنسبة كبيرة بتأثر على الكوليسترول الدور للجسم تمام؟ ثالث تاني حاجة طبعا درع في الموضوع ان هي بتزيد من ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم ليه بتزيد من ارتفاع ضغط الدم هي أول نوع تشرب القهوة ارتفاع ضغط الدم بيحصل على طول وبيقل على طول بعدها يعني بمجرد وقت لاحظي بعد ما بتشرب الكبة لو انت بتشرب على مدار اليوم قهوة فده دايما بيعملك على طول اليوم ارتفاع في ضغط الدم فإيه المفروض المقدار الآمن لشرب القهوة طبعا بنسمع كلنا اللي هو ايه قال للأهوى اشرب أهوة قليل محدش بيقول نشرب أهوة قليل ده ممكن نشرب عشر كبائي المقدور الآمن من 400 إلى 500 ملي جرام في اليوم الفنجان الأهوة هناك فيه ناس بتشرف في كباية فيه ناس بتشرف في شب فيه ناس بتشرف في حاجات غريبة جدا بالفنجان الأهوة 100 ملي جرام كله فنجان كله بيبقى عبرها 100 ملي جرام للأهوة الناس بقى اللي شايفينها دلوقتي مش هيفهمه اللي انت بتقوله ده لا الفنجان العادي اللي موجود في المطبخ ده المقدار القهوة او مقدار الكفاين اللي فيه 100 ميلي جرام يعني معلقة صغيرة من القهوة انت عايز كم معلقة في اليوم بقى انت ليك 4 ل 5 معلقة بس ده الحد الاقصى طبعا مش لازم كل يوم ناخد الحد الاقصى يعني من 2 ل 3 بالزبط من 2 ل 3 تمام بس الكلام ده للشخص البالغ الطبيعي الناس اللي عندها امراض قلب او سكر المقدار مختلف انا مش شعبش اهوه اصلا انا عاولي مش بتاع اصلا يعني بس هي لها فوائد طبعا كتير جدا بس انا مش من محبين الاهوه اصلا او انا بالنسبة لها طعمها غريب جدا ومر لا ما فيه حاجات كتير بتغمى الشفاف والسنان انا الصراحة انا هايبر اكتب اصلا فانا بالنسبة لي فارت حرقة مرعب فانا حبقى حرفان بقى انا حبقى مش بطير بقى بطير بجد رجل عنك او بالضبط جدا طب تعالي نشوف الكاباتر معنا بيشربوا اهوه ايه لا امزك المايك امزك المايك اه انت بتشرب قدية انا باشرب على مدار اليوم كوبايتين يعني بالكتير كوباية ولا يعني اللي هو الفنجان اللي هو بيقول عليه تمام باشرب واحدة الصبح بعد الفطار وبيبقى واحدة تانية قبل التمرين اوكي عشان تفوائني شوية عشان عرف اتمرن طب اليوم اللي لو ما شربتش اهوه هتحسن فيه مشكلة عندك في ايه يعني شوية صدوعة ببقاش ما عنديش طاقة كده للحركة كتير ببقى كسلان شوية اوكي وحضرتك لا انا ما بشربش اهوه اصلا برضو يعني هو اللي فينا انا اللي اهوه بتجي معها بالعكس اصلا بتجي معك بالعكس اه يعني بشربه اناب لا 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 اشكما بشربهاش اساسا لو شربت اهوه اتنان اه بتجي معها بالعكس طب طولة قبل كده شرب قهوة باص في البطول خدت اهوه قبل كده قبل ما خش بطوله حرفيا اي حاجة استاتيك كنت اعمل اي حاجة ثابت فيها كنت بترعش فمن ساعتها وانا موقف عشان الجسمك تشغل عليها بالزبط كده اوكي هو انت بقى لك كم سنة في عالم التدريب والحلال دي انا بقالف في التدريب اربع سنين هو انا عارف ان كل واحد فيكو مختص في حاجة اه هو حضرتك مختص في ايه انا في الكالستانيكس من كالستانيكس ايوه انت عشر راح طالية او بيكمش فطيرها اه هي وراء انت مارين بوازن الجسم تمام بتبدأ من اي حتة يعني انت ممكن حرفيا تلعب ضغط على ركبتك تلعب ضغط على بوكس تلعب ضغط على الحيطة يعني انت تلعب ضغط على الحيطة بزايا ازاي تبقى راجع الوراء خطويتين كده وبس ميل على الحيطة مش اكتر اه يعني دي ابسط حاجة ممكن تبدأ من عندها توصل للمرحية انت تلعب ضغط وانت وقف على ايدك بتعبت عم كده اكيد بعرف عم كده طب ادي له المايك هتلعب ضغط وانت وقف على ايدك ازاي تعال هنا يلا امش فاهم يعني ازاي بسم الله اوه واخرق كما عدى بقى لا امعيك لا اولاين ممكن عشرة خلاص كفاية كفاية انزل ده اسمه ايه كاليستانيكس ايه كاليستانيكس كاليكس ملايش كلمة عربية انت مختصف ده اسمها كاليستانيكس ما انا مش عارف انتقى طيب ادي المايك بقى لزميلي حضرتك وحضرتك انا مختصف ايه انا مختصف بساعد الناس في الجيم ان هما يحسنوا حياتهم بطريقة صحية اكتر من الجيم هاديك نبزة مختصرة عنه يعني هو اللي بيكمل بقية الرياضات او بيساعد الناس اللي هي الناس العادية اللي مسلا واحد بيشتغل على مكتب الكلام ده كله يساعدوا يخلي العضلات بتاعته اقوى والكلام ده كله بالنسبة للمدربين اللي بيجو لك للعيبة للعيبة مسلا سواء لعيبة كورة وبسكت اي حاجة بيضطروا يجو يتجهوا للجيم عشان يزودوا حاجات عندهم بتبقى نقصة مسلا في الملعب بمعنى هيلعبوا زي ما تشوف كابتن محمد صلاح كده زي كابتن محمد صلاح كابتن محمد صلاح بيخش الجيم عشان يقوي يزود الكوة بتاعته او السبات بتاعه او السرعة فكل ده فتنس بسضبط فكل ده بيبقى محتاجوا للجيم بالنسبة للناس العادية بتبقى بيجو مثلا بيبقوا الناس بتيجي ناس طبيعية بتشتغل على مكتب شغالين مثلا وهم واقفين فالعضلات بتاعتهم بتبقى ضعيفة فانا بقى ساعدهم انهم يقاووها عشان مثلا بساعدهم بتمارين بتمارين او عشان العضلات دي تشيلهم في الشغل بتاعهم عشان بنسبة يعني 90% من الناس العادية اللي بتيجي تتمرن بيبقى عندها واجع في الظهر وواجع في الكتف بسبب الاعدال اللي مصصح او انت درس ايه انا انا خريج بس عملت شفت كارير في الجيم ودرست وحضرتك الاصابات وكده فالسطانس اه اه انا درس يعني تخصص اصابات وتأهيل ملاعب ملاعب اوكي فده بالنسبة للجيم اوكي شكرا يا شباب مرسي نتجي نهاردة ها بيبنا ناس قويسة لا لا ناس محتربي طيب اه 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 عايز تكلم تاني على الاهوة ولا خلال الاخر حاجة بس شوية نصايح نشرب بيها الاهوة ازاي اولا ما نشربش الاهوة قريب من وقت النوم على حد اقصى 6 ساعات ثانيا لما نجي نشرب قهوة اه نشرب القهوة نحط عليها حبة قرفة صغيرين عارف انا عايز اقول لك ان عندي واحد صديق بقى بيشرب القهوة يخش ينام اه ما هو زي كوتش بروين وزي بيشرب في اليوم تاعة 5-6 ساعات ما هو ده لا ربنا يعني احنا زي ما اتفقنا واخيرنا كوباية تاني فنجنين كمال مش كوباية تاني حاجة لما نيجي نشرب قهوة نحط عليها شوية قرفة انا عارف ان القرفة مش احسن حاجة او طعمها بيبقى مر شوية بس القرفة بتقلل من نسبة السكر في الدم فانت كده بتشرب القهوة بتاخد فايدتها وبتبعد عن ضرارة انت عارف انا بقى زمان ما كنت عينه كده وكنت باخد ادوية ضرة جدا من الصحة كنت بحط كركم ما قالوا لي لازم كركم كنت بحطه على الشاي على كل حاجة معلقة كركم كبيرة كده على الشاي اه اه في حاجات كتير فادني فادة فون اه مفيدة جدا فمنها الارفان اه تالت حاجة في نوع قهوة اسمه قهوة خضرة ده بيحسن من المعدل القيدة عندك اللي هو معدل الحر تمام فده طبعا مع ضاية كويس بيخليك تنزل في الوزنة بطريقة صحية وبطريقة كويس بس دي شوية النصائع وطبعا نشرب قهوة مصفاء اللي هي القهوة الامريكاني او القهوة او الاسبرسو ما نشربش القهوة التوركي كتير طيب نعمل التمرينة بقى اه يلا بيه انا حاضي اتفرج عليهم يلا بيه انتوا عارفين وقفتكم فين وكل حاجة كل بحضلو يا شباب يلا هنعمل التمرينة دي لمدة عشر عدات من كل حركة لمدة اربع مجميع تمام؟ اول حركة جن من جاكس تاني حركة هاي نيز لا ديقا قبل ما عالو تقال انت قلت كم ايه في ايه؟ هنعمل عشر عدات من كل حركة عشر عدات من كل حركة لمدة اربع مجميع اوكي التانية اه تاني حركة هنشتغل هاي نيز تالت حركة بوشبس او ضغط اوكي رابع حركة هنشتغل سيتابس اوكي بس كده خالوا نشغلنا كل العضلات مدة اربع مرات كل حركة خشرة عدات تعالى بقى من هناك لهنا على ايدك انت بتعرفتوش على ايدك اعلمه ارجوك اقدني ايوة اقلنا الديكور انزل بقى خلاص خلاص انزل يا حاج شوارفتونا ونورتونا اهلا وسهلا بيك وبشكر كابتن علي خميس مدرب اليقى بدنية على وجوده معانا النهاردة وكابتن ابراهيم عبد الرحمن وكابتن محمد مصطفى جلنا مخصوص من اسكندرية شكرا لهم خلونا نشوفوا بعد الفصل نرجعلكم مع نادة زنانيري خليكم معنا لأسواحد